جايب لك فيديو مهم ازاي هخليك تفرق بين قوة الاشارة و جودة الاشارة في استقبال القنامات طبعا عندك الفيديو لدامك او صورة لدامك فيه عندك شريطين او شريط لونه احمر و شريط لونه اخضر فيه عندك حرف الك و فيه عندك حرف الاس و فيه عندك على ناحية المين طبعا ارقام طبعا بيبدأ معاك طبعا المكياس من واحد الى مية في المية وهي طبعا الشريطين دول قوة الاشارة اسمها signal string و جودة الاشارة اسمها signal quality ازاي هنعرفهم هنعرفهم بطريقة بسطة ان شاء الله هنبدأ الاول خالص باول شريط معانا اللي فوق اللي بلونه الا احمر دوت ده اسمه جودة الاشارة اسمه signal quality طبعا عايز اعرف جودة الاشارة فين لو معي رسيبر الموتك يتلاقيهم متغيرين معاك هتلاقي طبعا بيرمز لك برمز الكي على الشريط الشمال ده مكتوب كي اهو يعني ده بيقول لك signal quality يعني جودة الاشارة في هذه الحالة بيقصد ديه جودة اشارة القناة واستقباله على جهاز الريسيفر اللي معك بيجودة عالية بدون تشويش او طبعا تقطيع في الصورة او الصوت يتم ذلك عبر الاستقبال اشارة القمر الصناعي طبعا هو ده اللي عن طريقه وكده بيقول لك الطبق بتاعك مش مزبوط يعني جودة الاشارة اللي بنول اللحمر فوق اللي بنحرف الكي بيقول لك لو حصل معاك مشكلة زي كده شوف يا شباب لو دلوقتي قاري معايا طبق نفسه مش في السلك هتقول لي طب السلك اللي عن رفق هجيلك دلوقتي دي كده بقول لك الفرق بين جودة الاشارة انت اطلع ازبط الطبق اتلقي الطبق بص زبط معاك زي كده والاشارة عليت معاك خلاص حلو الكلام هنيجي بقى مع بعض القوة الاشارة اللي اسمها signal string نعرفها ازافر الصفر بتاعنا اللي هي باللون اللغدر مكتوب هنا على الشمال حرف الاس يعني دي بتوحي لكلمة string يا شباب عن الدخول طبعا الاعدادات البحث عن التردادات والقنوات واضافة الاجمر طبعا الشريط اللي بنول الله اقدر نقطعك عليه ده ده بيوضح هو قوة الاشارة هنا بقى بيقصد بي حالة السلك الدايزك والعدسة وهي المكونات اللي بتربط لك جهاز الاستقبال بطبق ديش عن طريق العدسة والسلك اللي بتربط لك كلما كانت النسبة كبيرة فاللو توجد مشكلة طبعا ممكن تبقى معك ستة وتسعين ممكن تبقى معك اربعة وتسعين او خمسة وتسعين يعني ازاي تخلي بالك السلك لو ما فيش اشارة تحت هنا في اللي بنول الله اقدر هتلاقش الجودة واشارة السلك راح اتقارس يعني مسلا لو السلك قطع معي بصوا كده الاشارة معي هتقيها اللي بنول الاخدر قطعت خارس نهاية اهيه هتلاقي تحت وفوق لعن انت مما تيجي عايز تتأكد ان العم السلك مش من الطبق تلاقي الاشارة اللي تحت اللي انت شايفها اللي هي قوة الاشارة هي دي طبعا اللي عاملها لك المشكلة دي اللي بتقصد بقى حالة السلك او طبعا الديزك او العدسة لو زبطت بقى السلك اللي مشيت وراها هتلاقي السلك الزبط معاك وهتلاقي جودة وهتلاقي القوة الزبط معاك ده كده كان الفرق بين قوة الاشارة وجودة الاشارة يارب يكون انا وصلت لك المعلومة الصحيحة عشان تبقى انت عارف وجبت لك ايه هي انواع الفرقات بين قوة او جودة الاشارة وهم بيكملوا بعض ببعض يا شباب فعندما تكون قوة عالية ستجد جودة الاشارة ممتازة مع التوجيه السليم للطبق والعدسة نحية جهة الامر اللي هتستقبل بكامل الترددات والقروات يارب يكون الفيديو عجبكم كنتم مع سيد مهر من قناتي على الاتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته